مرحبا بكم من جديد مباشرة أحيل الكلمة إلى نجمة الشاشة الرياضية بوشرة سعيد في رانديفو سبور شكرا لك أحليم مرحبا بكم نسكول في رانديفو سبور البداية باش تكون بأخبار التراجي الرياضي التونسي اللي خالف كل الأخبار اللي دارت مؤخرا وأعلن رسميا على مدربه الجديد والي هو الروماني لورينسيو ريجي كامف نعطيكم فكرة على المدرب عمره 49 سنيه كان متوسط ميدان كي كان لعب نشط بين رومانيا وألمانيا ثم في عمر 35 سنيه بدأت مسيرته للتدريبية أهم المحطات التدريبية ليه ستيوة بوخاريست نلقاه في عام 2012 إلى 2014 ومن 2015 إلى 2017 ثم مع الوحدة الإماراتي موسم 2017-2018 الهلال السعودي 2014-2015 الأهلي السعودي 2021 ثم طائل السعودي 2023-2024 يعني الموسم الفارت كيف كيف نعطيكم لمح على أهم أهم تدريبية مع ستيوة بوخاريست في زوز مناسبة بطولة رومانيا 2013-2014 سوبر الروماني في 2013 كذلك كأس رومانيا في 2016 كيف كيف البطولة السعودية مع الهلال السعودي وصل لنهائي ربيطة أبطال إيسيا في 2014 ونهائي الكأس مع الوحدة الإماراتي في زوز مناسبة تحصل على السوبر الإماراتي 2017-2018 وكأس الرابطة في 2018 باعتبار أن المدرب تخل العالم العربي عن طريق البطولة السعودية حبينا نشوف رأيي الصحافة السعودية في المدرب هذي ناخذ عليه فكرة أكبر مع زميل فيرس الفزي صحفي بصحيفة الشرق الأوسط السعودية نسمعه رأي بداية قدومه للكرة العربية كان عن طريق ضوابة نادي الهلال في تجربة كانت قصيرة لأن أترج كان في مرحلة كان الهلال يمرضي تذبذب في المستوى كان يريد فرض بعض الأساليب التكتيكية التي كانت لا تتناسب مع الهلال في تلك الفترة وعدم تحسن النتائج تذبها في تلك الفترة أدى إلى إقالة المدرب بعد فترة قصيرة جدا أيضا حينما درب النادي الأهلي السعودي كانت كإجمال التجربة أفضل من نادي الهلال الفريق كان في بداية في تحسن كان فريق دخل لموضوع التنافس في البطولات المحلية لكن كان هناك عدم استقرار إداري داخل النادي الأهلي وأيضا تسببت ذلك في تقلبات في العداة حتى أدى ذلك إلى إنهاء تعاقد معه أيضا كان هناك له تجربة مع نادي الوحد السعودي بإضافة كان له تجربة مع نادي الطائي وهناك أصبح خلاف كبير مع إدارة نادي الطائي وكانت فترة مليئة أن الطائي أحيانا يقدم أداء جيد إيجابي وفي الآخر يقدم أداء سلبي وهناك مشاكل بين المدرب وإدارة الفريق أدت في النهاية إلى إنهاء التعاقد معه كتقييم عامي تجربته في السعودية كانت مليئة بالتحديات التي تختبر قدرات أي مدرب يعني تميزت فترة تدريبه بالتقلبات في الأداء وأيضا بالنتائج لكنه أيضا أظهر قدرة على التكيف والتعلم من التجارب ينظر إليه كمدرب بإمكانه أن يقدم أداء تكتيكي جيد مدرب يعتمد على التكتيك وغيره من عناصر لكن دائما يحتاج إلى الاستمرارية يحتاج إلى الاستقرار يحتاج إلى الدعم لتحقيق النجاح المستمر كان هذا تصريح فيرس الفزي صحفي بصحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى جانب مدرب التراجي جديد تمت المحافظة على المدرب اسكندر القصري في خطة مساعد مدرب مع تعاقد مع الثلاثي روماني بطلب من المدرب اللي كان اشتغل معهم في عديد الفرق وهما كل من دينوفيوري الخطة مدرب مساعد ثاني دانييل سدرانكا اللي هو في خطة مدرب حراس والمدرب هذا كان عنده عديد تجارب ممتازة في الخليج خاصة مع نادي الهلال السعودي والعين الإماراتي وكيف كيف بودغان ميري جانو في خطة معد بدني هذا بالنسبة للإطار الفني الجديد الإطار الفني القديم متكون من كل من شمس الدين الذويدي صابري البعزيزي ووسيم نوارا قررت الإدارة عدم التخلي عليهم بشي واصلوا مع الفريق بشيكونوا تحت تصرف المدرب الأول في نفس الإطار نحكيه على رسالة انشارها قبل شوية المدرب السابق للترجي ميجيل كاردوزو على جميع منصات التواصل الاجتماعي امتاعه كانت توجه فيها بالشكر لجمهير الترجي على الحب اللي اطلقاه منذ وصوله لتونس واعتبر انه مثل هذه اللحظات اهم الالقاب والمال حسب تعبيره واكد انه فخور بكونه اول مدرب اجنبي يوصل مع ترجي النهائي لشامبينز ليج وفرحان انه فاز في الدربي مارتين والكلاسيكو ثلاثة مرات وختم كاردوزو رسالته بانه تمنى لتونس التوفيق وشكرها على احتضانها ليه كأنه واحد منها كمان مع اخبار الترجي نحكيه عن نادي الافريقي تمت معاقبته اليوم بمقابلة دون حضور جمهور بش تكون مقابلة الجولة التاسعة ليستقبل فيها مستقبل سليمين هذا لإلاجين باخطية مالية بعشر ملايين من أجل العود للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان تقيت الحقوبات اللي جيت بعد أحداث الجولة السابعة توبيخ واخطية مالية بمليون ونص القويف القفصة بسبب إشعال الشاماريخ توبيخ واخطية مالية بخمسة ملايين اتحاد بينجردين بسبب العود في رمي الشاماريخ وتوبيخ واخطية مالية بسبب عمليون ونص لنيدريا للأسفيقسي النجم السيحلي تراجي جرجيس من أجل العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات ووصلين مع البطولة واليوم أعلنت هيئة التسوية على بقية رزنامة الموسم الحالي 2024-2025 بعد توقف الدولي اللي بشي بدأ الجمعة الجاية بشترجع البطولة بالجولة التاسعة أيام 23 و24 نوفمبر تتواصل مرحلة الذهب حتى 25 و26 جنف 2025 ثم مرحلة الإياب تنطلق من 1 و2 فيفري تتواصل حد لـ 17 و18 مي هذا بالنسبة للبطولة بالنسبة للكأس تونس تنطلق مواجهات الدور 16 أيام 12 و13 فيفري وبالنسبة للفينال بشتلعب نهار 15 جوعة مباريات المتخبل الوطني التونسي وأهم المواعيد اللي تستنى فينا نحكيه على بطولة إفريقيا اللاعبين المحليين الشان بشتلعب من 1 لـ 28 فيفري 2025 ثم تصفيات كأس العالم من 17 الـ 25 مارس 2025 الموعد الأول ثم بقيت المباريات من 2 إلى 10 جوعة مواصلين مع أخبار المنتخب الوطني التونسي ومن المنتظر أنه نهار الخميس يعلن النخب الوطني قيسة اليعقوبي على قيمة الملاعبية المدعوين لمقابلات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس ومم إفريقيا اللي بشيت لعبوا أيام 14 نوفمبر ملعب مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا اللي هي العاصمة ملعب لوفتوس فيرسفيلد وضد مدى غشقر و18 نوفمبر ضد منتخب جامبيا في ملعب حمادي العقر بيرادس نفكركم منتخب إلى حد الآن ما زال مضمنش ترشحه لكأس أمم إفريقيا 2025 مقام بالمغرب لكن يتصدر المجموعة الأولى بسبعة نقاط بعض جزر القمور 6 نقاط جامبيا 5 نقاط والمركز الأخر منتخب مدى غشقر بنقتي كملنا مع الفوت في تونس نحكي شوية على البسكيت اليوم انطلق تربص خاص بالمنتخب الوطني الكورتلا السلة في ولاية المونسير بش يلعب فيه المنتخب زوز مباريات ودية ضد المنتخب البحريني نهار 15 و17 نوفمبر ثم نهار 20 نوفمبر يسافر المنتخب لروسيا في إطار دعوة من الاتحاد الروسي كورتلا السلة للمشاركة في دورة دولية في العاصمة موسكو إلى جانب المنتخب الليبي نعطيكم برنامج المقابلات في دورة روسيا الدولية نهار 22 نوفمبر 2024 تونس تواجه ليبيا ثم نهار 24 نوفمبر تواجه روسيا نكمل أخبارنا بأهم المواجهات الليلة في تشامبيونز ليج الأوروبية انتليقا من التسعة متع الليل نلقى مباراة الليل واليوفي ليفربول يواجه ليفركوزن ريال مدريد والميلين ثم سبورتينج لشبونا يستضيف منشستر سيتي كانت هذه أخبارنا لليوم موعدنا غدوة بأخبار جديدة في نفس التوقيت طوبة قلي كان نقول لكم باي باي نخليكم عزي ميلتي أحلي من العبداللي شكرا لك بوشرة سعيد على كل هذه هي الأخبار الرياضية نهرجو فاصل ونرجو نستقبل ضيفنا سيلهي شميل ملياني أمين ميل الغرفة الوطنية البعثين العقاريين ورئيس الغرفة الجهوية في سوصال اشتركوا في القناة